إن شاء الله حيستعد لمواجهة يانج أفريكنز اللي وصل لقاهرة بالفعل قبل 3 أيام من موعد انطراق هذه المباراة المباراة هتتلعب يوم وجمعة جاية إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 6 مساء طبعا بتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مبارح كان فيه تصريحات لمدير الإعلام في نادي يانج أفريكنز التنزاني قال فيها إن هناك أشخاص يقولون أننا سنذهب لزيارة الأهرامات والتسوق أعتقد أنكم رأيتم الطريقة التي استعددنا بها لخوض هذه المباراة وهذا الاستعداد هو من أجل الذهاب للفوز نحن متأهلون بالفعل للدور المقبل ولكننا نريد أن نتصدر المجموعة كلام حنقول إنه منطقي جدا مطبيعي جدا لأي منافس إنه يقوله لأنه بطبيعة الحال عايز الفوز لفريقه ده شيء منطقي جدا إحنا بدورنا بنرحب طبعا بكل الأشقاء من تنزانيا اللي منورنا هنا في مصر وإن شاء الله نسعد إحنا وهم بمتابعة لقاء محترم يليق بالإسمين بالمناسبة يانج أفريكنز زي ما حضراتكم عارفين اتأهل بالفعل لهذه المرحلة بعد ما فاز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0 في لقاء كان مفاجئ الكثير جدا من الناس ومعظم إنه قدر يضيينه عن وين وهذا اللقاء بإنهيار شباب بلوزداد أما النادي الأهلي طبعا فهو بيتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برسيد 9 نقاط يالي يانج أفريكنز برسيد 8 نقاط ثم شباب بلوزداد بخمس نقاط فقط لا غير